أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة يتضمنها مهرجان نبتة للأطفال في مدينة العالمين الجديدة تقوم فكرة مهرجان نبتة الأساسية على اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال عن طريق ورش إبداعية ومنها ورش وتعليم الأطفال كتابة القصة بالإضافة إلى تمثيلها فرصة اجتمع فيها الأهالي مع أطفالهم يتبعون نسويا ويتشاركون الأنشطة الرياضية والترفيهية معا فهذا ما وفره مهرجان نبتة للأطفال الذي يأتي ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا بصراحة نعملين جدا تحفة جدا ونحن شاهدنا برضو السنة اللي فاتت يعني مش أول سنة لنا هنا السنة اللي فاتت وفي كل سنة تطور أكتر من السنة اللي قبلها وبصراحة حلوة قوي يعني والأجواء جميلة وكده يعني حلوة قوي والله أنا سمعت أن مهرجان خاص بالأطفال فقلت أكيد عمل لهم فكرات خاصة بالأطفال والإعلام بتاعه كان حاجة خاصة كده بالألعاب الأطفال فقلنا نيجي نشوف كده لو حاجة مميزة أنها خاصة بالطفل أول مرة تحصل في الساحل نيجي تبقى حاجة خاصة بالطفل الصغير فقلنا نيجي نشوف إيه المتاح يعني إن شواء ده تبقى حاجة كويسة تبسط الطفل طبعا يعني كانوا من أولهم مشاركة وما شايفين ناتون النهار إحنا في البحر وإحنا برضو اللي مستبتعين بالصيف يعني هما لسه برضو كسنهم فكان حاجة زي كده مجال كويسة أن أنا قدر أشاركهم فيهم ألعابهم وسنهم وأرجع بسن الطفولة برضو ما كان حلو جدا بصراحة ويعني فيه أكتيفتيز حتى بتتعامل من دلوقتي هنا زي الإكس أول هنا دي وفيه البوسكت اللي هيكت هنا كده فيه حاجات كتير بتتعمل هنا وتتنوع الأنشطة بمهرجان نبتة من لعب لكرة السلة وكرة القدم بالإضافة لألعاب ترفيهية أخرى ورسومات وألوان فضلا عن حضور ورش الحكي والتمثيل ومسرحيات للأطفال تعمل على بناء الوعي وزرع الوطنية في نفوس الأطفال ديكريشن حلوة قوي وبكان جديد ليس موجود في اسكندرية وفي كورا أو في مكان زي دي الحاجات اللي هنا حلوة قوي مبسوطة بالأنشطة وكنت برسم أستاذ أحمد أمين عشان بحب أفلام وحاجاته فجاي عشان أقابله إن شاء الله النهاردة جاي هنا عشان أتبشت ولا مع الناس وممت هنا فأنا قلت أجي معه حدث كنا مستنينه لأن ما فيش أحداث للأطفال كتير في مصر فده حدث كبير ومبهج وانطلاقة حلوة يعني أنا سمعت عن المهرجان قبل ما نيجي هيدعم كمان علم الطفل وفيه إنتاج للطفل ما كانش فيه إنتاج للطفل في مصر كتير فهيبقى حاجة مهمة جدا ويأتي مهرجان نبتة وسط أجواء العالمين الجديدة منذ أن فتح أبوابه للزوار ليؤكد على استهداف جميع الفئات العمرية من الأطفال ليكون ضمن فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية وفرها مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية كاريم بيبرس التلفزيون المصري